وإلى الحديث عن الموضوع أصعد بستخفض السيد عبد الكريم حمزوي مختص في علم الاجتماع الحديث عن هذه الظاهرة أهلا بك سيدي وجمعة مباركة أهلا بك أختي بارك الله فيك نعم أستاذ حمزوي ربما اختلفت تسميتها المحسوبية الوساطة المعريفة في مختلف المجالات نشهدها اليوم في التعليم في العلاج يعني ما هي أسباب انتشارها في المجتمع الجزائري؟ إذن أعود بالله مشتار جيمس بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة هو الموضوع من الأهمية بما كان لأنه يفسر إلى حد بعيد عمق تخلف الجزائر والمجتمع الجزائري ولعلمك عندما نتكلم عن انتشارها هذه الظاهرة موجودة منذ قرون حيث تكلم عنها الباحث العلامة عبد الرحمن بن خلدون في كتابه المقدمة يعني تطرق وقام بدراسة مقارنة بين المشرق العربي الإسلامي أن المحسوبية هي ليست فقط على الجزائية في كل بلدان العالم خاصة العالم العربي والمتخلف والمتخلف موجودة بكثرة ولكن تكثر في المغرب العربي أكثر منها في المشرق العربي حيث أن المشرق الآن بدأ يقطع خطوات نحو التقدم دول الخالج إلى آخره نظرا لتخليها عن سياسة التوظيف على أساس المحسوبية والقارابة إلى آخره حيث أن في الجزائر معظم حالة التوظيف تتم إما على أساس القارابة يعني من المسؤولين في تلك المؤسسات وأخصه بالذكر المؤسسة العمومية الجزائرية مثل صونة راك وصونة الغاز دون تسمية دون تسمية نعم إذن أو على أساس الجنس في بعض الأحيان مؤسسات تفضل النساء على الرجال في كثير من الحالات وفي أحيان أخرى العكس في أحيان أخرى ربما يفضل الرجال على النساء أيضا على أساس سياسي هذا موضوع آخر يعني النساء يحتلون منصب عمل أكثر من الرجال عندما نتكلم عن توضيف يعني معنهم فرصة العمل أكثر من الرجال نعم لكن عندما نتكلم عن المعايير نتكلم عن المعايير بمعنى المعايير السلبية غير إيجابية حقيقة توجد نساء كثيرة لديهين كفاءات يعني ما شاء الله نحن نتطرق إلى هذا الموضوع وإنما في بعض الحالات كذلك النهار قامت بحصة باستخدام يعني الكاميرا الخفية وشاهدت تلك الحصة يعني عندما تتوجه إمرأة لطلب عمل لطلب عمل وبعدها يتوجه شاب يعني كيف يستقبل تختلف فتقبل تلك الشابة وليقبل ذلك الشاب ثم تسألت قناة النهار يعني لماذا تقبلنا الشابات فلم يجدوا جوابا وإن كان الجواب نحن كسوسيولوجيين واضح الجواب واضح لأن أرب العمل له أغراض أخرى إذن من هذا الباب في بعض الأحيان أيضا يتم التوظيف على أساس سياسي أنا أعرف مدراء كثيرين عينوا على أساس انتمائهم إلى هذا الحزب أو ذاك وليس على أساس كفاءتهم وعلى أساس شهاداتهم في بعض الأحيان أيضا على انتماء إلى النقابة حتى أيضا أصبح الآن الانتماء إلى بعض النقابات المعروفة أيضا مطية من أجل الوصول إلى مناصب معينة وربما حتى الترقية في مجال العمل نتكلم عن العمل فقط وإنما حتى الترقية في العمل الجامعة الجزائرية كذلك مؤخرا مثلا قاموا بمسابقة للأساتذة في الجامعة ولكن للأسف الشديد ما داخل الكواليس أمر آخر حيث تجدين مثلا بعض الإداريين بعض الإداريين يعني كما يقول المثل بالدارجة اللعب حميدة ورشام حميدة يعني تجدينه إداري وفي نفس الوقت يدخل في المسابقة فالسؤال المطروح أن لهذا الأستاذ أن يكون له حظ مع هذا الإداري الذي يملك زمام الأمور وبالتالي ولله الحمد هناك بعض الأشخاص الذين يعتقدون أن عملية الخوصص التي قامت بها الجزائر عملية سلبية بالعكس مثلا في قطاع الإعلام نجد أنه منذ أن تخوصص قطاع الإعلام أصبح الآن الشباب لهم حضوظ كثيرة وكثيرة جدا في مناصب عمل في القنوات الخاصة على خلاف القناة التي كانت موجودة من قبل خاصة القنوات العمومية كانت الأبواب موصدة ومغلقة وكانت يعني كما يقول المثل زيتنا في دقيقنا كما يقول المثل بالدارجة زيتنا في دقيقنا وبالتالي أن عملية الخوصصة منذ بداية التسعينات إلى الآن كانت في صالح الشباب وفي صالح الفقراء كذلك أعطي على سبيل المثال مثلا مؤسسة تحكوت للنقل قمنا بدراسة عارية المستوى وجدنا أن هذه المؤسسة مؤسسة إملاقة وتوظف آلات الشباب واقترحنا على الدولة أن يفتحوا لها أبواب النقل البري والجوي أعطيكي معلومة بسيطة أختي الكريمة أن المؤسسة الجزائرية لنقل المسافرين تقمها لحد الآن لا يتجاوز 30 باخرة 30 باخرة فاقترحنا للماذا لا تفتح الدولة المجالي قطاع الخاص مثل مؤسسة تحكوت محي الدين للنقل أو حتى القطاع الجوي يعني النقل عن طريق الطائرات من أجل فتح المجال للتوظيف أكثر وكذلك حتى من بين أسباب تفشي هذه الظاهرة الجانب الديني وحتى التربوي لما الإنسان يكون متربي ربما في العائلة التاعوية يطيله تربية حسنة ما تكونش عنده هذه العقلية المحسوبية ولا كل واحد يطيله حقه والله يعني أنا هنا كذلك تطرقت إلى أمر مهم جدا وهو التربية التربية العقائدية والتربية الدينية وكذلك دور المسجد أو مؤسسة المسجد في تربية القادم إن شاء الله وبالضرورة طال الزمن وأمقصر فإن المصير هو للكفاءات يعني هنا ذكرتني أختي الكريمة لدي ألاف الأصدقاء موجودين في الخارج في كندا في فرنسا في أستراليا يعني هدو من بين الإنعكاسات المحسوبية يعني هجت الكفاءات أغلقت أغلقت الأبواب في وجوههم أعرف أستاذ يعني درسني شخصيا اخترع محرك طائرة عرضوا على بعض المؤسسات العمومية فضحكوا عليه وعندما عرض نفس المشروع على مؤسسة كنادية يعني هو الآن في كندا هو الآن في كندا أعرف شاب آخر اسمه إلياس يعني موجود الآن في الولايات المتحدة الأمريكية يعني تخصصه لاروشارشو بيراسيونال يعني من جنعة باب الزوار أيضا أعرف طبيب متخصص هو الآن في فرنسا قام بثلاث وعشرون عملية جراحية حول الكيس المائي في ساعة من الزمن يعني اندهش الفرنسيون حتى لا يقولون أن الجزائريين لهم نقص في عقولهم أو الجزائريين لهم عالقيل في التوظيف خاصة الكفاءات الكفاءات وبالتالي يعني المحسوبية انعكست على مردودية المؤسسات الجزائرية خاصة المؤسسات العمومية ردأت التسيير قلت الكفاءة وبالتالي أعلنت الكثير من المؤسسات إفلاسها دون أن نذكر المؤسسات يعني هي مذكورة قام بدراسات مثلا سعيد شيخي رحمه الله أيضا الأستاذ بو خبزة الدكتور بو خبزة الدكتور جلالي ليابس رحمه الله الذي طالته أيد الإغتيال إذن هؤلاء الباحثين ركزوا على هذه وكذلك البروفيسور عبدالغاني مغربي هو أيضا نبه إلى هذه المسألة وقال أن الجزائر حتى سنة 2016 ما زالت تعاني من النظام القابلي العشائري الموجود في المؤسسات الجزائرية وبالتالي لا يمكن لهذا البلد أن يتقدم إلا إذا تجوزنا هذه المرحلة فلا تصبح مؤسسات في أيدي عائلات معينة وفي أيدي أسر معينة وإنما تصبح مؤسسة عمومية جمهورية يعني مفتوحة للكفاءات الجزائرية يعني حتى الكلمة السحرية المحسوبية هي أنا من طرف فلان يعني سواء في العلاج سواء في الدراسة يعني هذه الكلمة ربما كبحت بعض يعني روح المساهمة روح العامل يعني طالب الأيوم عنده شهادات لكن يقول لك يعني أنا ما نحشدك العمل بين معريفة لازم لي معريفة نعم طبعا لا ننكر طبعا لا ننكر هذه ظاهرة يسميها علماء الاجتماع يسمونها اللاعمل ما هيش البطالة لأنه البطالة هو الشاب عندما يبحث عن عمل ولا يجد عمل أما اللاعمل فهو عدم رغبة الشاب أصلا في العمل فيعني الشيخ الذي ذكره مؤخرا وإن شاء الله يفكر الله وكرباته الذي طرد من منصب العمل يعمل منظف لا نقول زبال لأنه كلمة زبال المواطن هو الزبال هو الزبال الحقيقي هو المواطن الذي يعني غير مؤدب ويرمي في الشارع ويرمي في كل مكان أما منظف البلدية فهو يعني نعم الرجل وفي الدول المتقدمة له مكان عالي جدا أما في الجزائر فالعكس يسمونه الزبال في حين أنه المواطن هو الزبال الحقيقي يعني استصغار العمل استصغار العمل جزاكر الله خيرا إذن استصغار العمل أيضا ظاهرة انتشرت مؤخرا خاصة بعد الاستقلال هو النزوح الداخلي من الولايات الداخلية نحو العاصمة يعني الكثير من الشباب يترك الأراضي الفلاحية الخصبة نحو مثلا ولاية عين الدفلة ولاية شلف نعم شباب اليوم يتصغرون في فلاحة ولاية باتنا يعني هي ولايات خصبة جدا وفيها يعني أفاق كبيرة وكبيرة جدا مثلا ولاية مدية ولاية بويرة فيها تربية الدواج وتربية يعني تربية النحل أيضا من أجل إنتاج المادة الثمينة العسل إلى آخره تجد الشاب الشاب يعزف يعزف عن هذه ويذهب إلى العاصمة يأتي إلى الجزائر العاصمة طمعا في الربح السريع طمعا في الربح السريع فتجدينه يعني شاب ليس له أي كفاءة يطمع في منصب وزير ويطمع في منصب يعني رئيس جمهورية ربما في حين أنه يفتقر إلى الكفاءات أيضا أيضا لابد من الإشارة النقطة مهمة جدا هي الآثار المحسوبية حتى السياسية منها وما حدث في الجنوب بؤخرا يعني في مدينة ورقلا وفي مدينة عين صالح فلماذا بعض المؤسسة تغلق أبوابها في وجوه الشباب في بعض المناطق فيترتب عليه آثار سياسية ربما تهدي استقرار البلد وبالتالي لابد من تجاوز من تجاوز هذه العراقيل هذه العراقيل في وجه الشباب وعندما نتكلم عن الشباب نتكلم عن الكفاءات هناك دراسة قام بها الدكتور حجال سعود من جامعة تيلمسان حيث بيّن أن 60% من خارجي الجامعات هم عرضة للبطالة تكاثرة يحملون شهادة ماجستير يعني هم عرضة للبطالة لا إله الله محمد رسول الله والسؤال المطروح يعني أين يذهب هؤلاء أين يذهب تجدينه أستاذ متخصص ماجستير يبيع مواد غذائية عامة يعني أعرف سائق سائق حافلة لديه شهادة ماجستير عليا تجدينه دكتور أنا أعرف أستاذ دكتور في الفيزياء النووية الآن هو في بريطانيا كان يعني كان يشتغل العام البسيط وهو دكتور في الفيزياء النووية يعني عندما أره لي أحد الأشخاص اندهشت دكتور في الفيزياء النووية عرضة للبطالة إذن السؤال المطروح يعني أين نحن متوجهون يعني حتى كما شاهدنا في التقرير فيما سبق هو العمل عن طريق الأنترنت حول صالون الشغل يعني لنقص المحسوبية ربما يتم عرض عمل عن طريق الأنترنت يعني من خلال إرسال السيرة ذاتية نعم والله وأنا أشجioè القطاع الخاص أنا أشجี่ القطاع الخاص القطع الذي حدث قفزة في الجزائر هو القطع الخاص يعني رغم أنه في بداية الطريق والله سبحانه وتعالى سيوفقه إن شاء الله فلا بأس بالقطاع العمومي إلى جانب القطاع الرأسمالي أو القطاع الاقتصادي الحر نحن بلد مفتوحة مفتوحة على جميع الاتجاهات يعني الاقتصادية وبالتالي مثلا مثل فرنسا فرنسا ليست بلد رأسمالي محد فرنسا هي بلد مفتوحة للقطاع العام وللقطاع الخاص هناك منافسة حادة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص وبالتالي أرى أنه كما تقدمتي سيدتي سيدة ظهور أنه القطاع الذي فتح الشبكة العنكابوتية الأنترنت من أجل التوظيف هو القطاع الخاص والقطاع الخاص الذي يبحث عن الكفاءات ويتقنص أو يصطاد الكفاءات في كل مكان وهذا ما يفسر التطور الرهيد مثل مؤسسة حداد للإشغال العمومية قطعت شوطا وشوطا والآن أصبحت تنافس المؤسسات الصينية مهما قيل فيها في وسائل الإعلام فإنها مؤسسة قمنا بدراسات وتبين أن هذه المؤسسات هي مؤسسات يراد بها شرا ومن وراء ذلك يراد بالجزائر شرا ضرب بعض المؤسسات الاقتصادية الخاصة العملاقة من ورائها هو ضرب الاقتصاد الجزائري نحن كباحثين نشجع القطاع الخاص إلى جانب القطاع العمومي ولكن لن يتأتى ذلك إلا بفتح الأبواب أمام الكفاءات الشابة الجزائرية كما تفعل بعض المؤسسات الخاصة مثل قناة النهار وبعض القنوات الخاصة التي فتحت أبوابها للشباب وقطعت شوطا يعني قطعت شوطا ونتنبأ به الكثير مثال آخر سيدتي قطاع السينما الجزائرية لحد الآن ما زال مغلقا على القطاع الخاص لما لا ننتج مثلا مدينة مثل مدينة هوليود في الجزائر بدل أن ننتج بعض الأفلام المحتشمة وبعض المسرح الجزائري كذلك مغلق على القطاع الخاص لما لا نفتح الأبواب على مسراعيه ونفتح الآفاق للشباب مواهب للمواهب بارك الله فيك مؤسسة لونساج مثلا ولا نام لما لا تفتح الأبواب من أجل إنشاء مؤسسات في المجال المسرحي وفي المجال السينمائي لأنه لعلمك سيدتي كما قال أحد الرؤساء الأمريكيين كل فيلم أمريكي يروج فإنه كذا من السيارة الأمريكية تباع كذا من السيارة الأمريكية تباع لما لا نتهج نفس السياسة فنفتح الأبواب للسينما الجزائرية أو كما يقولون الباحثين يسمونها الصناعة السينمائية يعني ما هو فقط إنتاج سينمائي وإنما الصناعة السينمائية نفس الشيء بالنسبة للمجال الفلاحي نهيك عن مجالات أخرى أنا أقدم اقتراح لقناة النهار لأنني أرى مستقبلاً مشرقاً في وجهها أقترح على مالك قناة النهار ومدير قناة النهار أن يرسل قمر صناعي خاص بقناة النهار إلى الفضاء حتى نفتح المجال على مصرعيه على مصرعيه إلى الشباب الجزائري فيكون يعني يكون مأجور عند الله عز وجل فيفتح المجال وفي نفس الوقت يعني يمنع هذا البلد من عدم الاستقرار السياسي وعدم لأنه هذا الموضوع له أبعاد كثيرة وكثيرة جداً يفسر أيضاً سيدتي معذيرة يفسر أيضاً حتى عدم الاستقرار الأمني لأنه بعض الجماعات الإرهابية تستقطب بعض البطالين تستقطب بعض البطالين عن طريق المال وعن طريق المغريات عن طريق المغريات فلما لا نفتح أثاق العمل لهذا الشاب فليذهب إلى بلد أجنبي ولا يذهب إلى الجماعات الإسلامية المتطرفة المسلحة لما لا نفتح له الأثاق فنكسب هذا الشاب وتطوير المواهب وتطوير المواهب وبالتالي ننقذ هذا البلد العزيز نعم سيد حمزاوي بالحديث عن أبعادها المعرفة أو المحسوبية لون تبقى عند هذا الحط بل تعدت إلى الرشوة إلى الجريمة يعني اختلال مبدأ العدالة يعني حتى الإنسان يقول لك أنا عندي ديبلوم بتاعي لكن ما نيش نخدم في هذا المنصب يروح يدير جريمة من خلال هذا الفكر تعو بالتأكيد بالتأكيد لأنه الشاب الجزائري وحق تقديم رشوة نعم له حقوق سبحان الله العمل هو حق من حقوق المواطن المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعامة يعني مفتوحة على جميع الشرائح الاجتماعية مفتوحة على جميع الشرائح الاجتماعية وبالتالي السؤال المطروح لماذا يندفع هذا الشاب من حول عنف؟ حقيقة قلت يعني هذا الموضوع من الأهمية بمكان أتمنى أن تقوم قناة النهار وحتى القنوات الأخرى بسلسلة من الحصص حول هذا الموضوع لأجل مناقشته بعمق حتى نبين كيف أن الإرهاب هو من نتائج المحسوبية يعني الذين يمارسون محسوبة في المحسوبية في المؤسسات الجزائرية لهم يد في الإرهاب يعني وبالتالي فهم يدفعون الشباب الجزائري نحو العنف نحو العنف ونحو العمل الإرهابي كما قلت سيدتي فيقول هذا الشاب أنا رأيتها بأم عيناي كيف أن أحد الشباب يعني تكلم كلماً بذيئاً أمام البلدية تكلم كلماً بذيئاً واستخدم حتى القوة من أجل بناء محل تجاري وفعلاً يعني سمحت له البلدية بذلك السؤال المطروح لماذا؟ لماذا؟ يعني رغم أن هذا الشاب قدم طلب رسمي قدم طلب رسمي عن طريق القنوات القانونية ولكن رفض طلبه فلجأ هذا الشاب إلى العنف إلى العنف وتحصل على هذا الدكان السؤال المطروح يعني إلى متى؟ وكأنه رئيس البلدية هذا يشجع الشباب يشجع الشباب على العنف ويقول لهم كل من يمارس العنف فله منصب عمل إذن وبالتالي حتى السكنات ليس فقط العمل عندما نتكلم عن المحسوبية المحسوبية سيدتي أصبحت في كل المجالات ويعني حتى أقترح على قناة النهار أن تقوم عندما نتكلم عن الرشوة ستطيع أن نقوم بكاميرا مخفية ونبين هذا الأمر نتحدث مع مسؤولين في بعض المؤسسات يقول لك أعطيني 30 مليون سنتيم لك منصب في المؤسس الفلاني حقيقة سيدتي أعطيني مثلا أو يقول له أدخلك في المنصب الفلاني لكن كل شهر لدي 2 مليون سنتيم ملكي أنا تقدم لي 2 مليون سنتيم كل شهر على سبيل المثال وهذا واقع ليس كما قالت المسؤولة يعني أحترم رأيها مشؤولة عن لانام أنا أعرف يعني وكذلك الباحث حجال سعود هذا الدكتور حجال سعود قام بدراسات أمام لانام ولونساج وتبين أنه في بعض الأحيان هذه المؤسسات تسرق بعض الأفكار لبعض الشباب فيتقدم الشاب بفكرة معينة يرفض مشروعه ولكن الفكرة تسرق منه أين تقدم؟ تقدم لمسؤول في لانام أو مسؤول في لونساج هذه أقولها بصوت مرتفع في بعض الأحيان يتقدم شاب ذو كفاءة عالية بمشروع للونساج وللانام فتسرق الفكرة ويرفض مشروعه لأنه حتى البنك البنك لابد من معرفة أيضا من أجل استخراج الأموال من أجل استخراج الأموال الشخص أو الشاب الذي لديه يعني علاقات في هذا البنك أو ذاك يقبل مشروعه ويستخرج المال الضروري من أجل هذا المشروع أما الشاب الذي لست لديه عفوا لست لديه العلاقات الشخصية كما يسمى يعني في علم الاجتماع فيرفض مشروعه بل والأدهى من ذلك تسرق فكرته تسرق فكرته ويأخذ هذا أو يسرق هذا الشاب كلية من هذا البلد أو ذاك والله عندما هذا الموضوع ذكرني بالكثير من أصدقاء أحييه من خلال قناة النهار أصدقائي في أستراليا أصدقائي في المتحدة الأمريكية أصدقائي في فرنسا أستاذ مدني هذه اثنين دكتورة دكتورة في الوتوماتيزم ودكتورة في الروبوتيزم اسمه مدني موجود الآن في فرنسا أستاذي موسونيا موجود في كندا أحييه من هذا المنبر وأقول له ربما يأتي زمن ترجع إلى بلدك وأصدقائي في بريطانيا وسويسرا إلى آخره يعني سبحان الله وبحمده هذا الموضوع والله يعني فتحتي فتحتي شهيتي في الكلام نعم ولمست نقطة حساسة في قلبي لأن هذا الأمر يعني يمس الكثير من الشباب الجزائري والشبات الجزائريات حتى الشبات الجزائريات عندما ترفضنا في المؤسسات ماذا يحدث سيدتي عندما نتكلم عن العرف نتكلم كذلك عن انحلاف بعض الشبات تذهب إذا ما يسمى بالمهنة القديمة أنا أعرف بعض الشبات لديها مستوى جامعي فلما ترفض في المؤسسة العمومية ماذا تفعل ومؤسسة بعض المؤسسة الخاصة تذهب إلى الانحلاف فتصبح تبيع شرفها مقابل المال مقابل النقود سبحان الله وشاهدنا حتى بعض اللقطات في اليوتيوب مدير بنك أقولها بصوت مرتفع هذه لقطة موجودة في اليوتيوب مدير بنك يعني صورة كيف يعني في لقطة محرجة جدا كيف يعني يتعدى على شرف امرأة جزائرية من أجل منصب عمل يتعدى على شرفها وفضحته في اليوتيوب يعني سبحان الله وبحمده إلى أين نحن ذاهبون إلى أين نحن ذاهبون إذن على السلطات الجزائرية العليا بداية أن الرئيس الجمهورية حفظه الله وشفاه لأن الشافي هو الله عز وجل وأدامه لهذا البلد وأيضا وزير العمل وزير الصناعات مختلف الوزراء وزير الداخلية والجماعة المحلية مختلف المسؤولين الجزائريين مدير صونة تراك مدير صونة الغاز إلى آخره من أجل القضاء القضاء بأتم معنى الكلمة على هذه الظاهرة التي تنخر التي تنخر في العمود الفقري للمجتمع التي تنخر في العمود الفقري للمجتمع وبالتالي تعرض هذا البلد الكريم وخاصة لمن يعي جيدا فإن الآن طبول تقرح نحو الجزائر نحن نتبع وسائل إعلام الأجنبية التي تريد ضرب استقرار الجزائر ولكن أن لها ذلك تريد الآن بعد ضرب ليبيا وبعد ضرب تونس الآن تريد ضرب الجزائر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فنقول يعني نضيع الفرصة على هؤلاء المتآمرين من خلال القضاء على هذه الظاهرة وفتح الأبواب ونبين لهم أن الجزائر هو بلد كل الجزائريين خاصة الكفاءة نعم شكرا لك سيد عبد الكريم حمزاوي مختص في المجتمع شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك على هذا التدخل وما زال في الجعبة ما زال في الجعبة وما زال في الجعبة الكثير إن شاء الله شكرا لك سيد حمزاوي نعم